موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي فصل الدراسي الثاني مع بعض معانا الواحدة الثالثة بعنوين للهندسة والغياس الدرس السادس مساحة الدائرة نبدأ في الدرس مع بعض بتعريف الدائرة إيه تعريف الدائرة سنة ستة؟ قال لي هي خط منحنة مغلق كل نقطة من نقاط هذا الخط تكون على بعد ثابت من نقطة ثابتة تسمى مركز الدائرة وليكن ميم زي الشكل اللي قدامك ده عبارة عن دائرة تمام؟ أدي خط المنحنة المغلق كل نقطة موجودة عندك على الدائرة دي موجودة على بعد ثابت من نقطة ثابتة شايف اللي أنا بشاور عليها دي النقطة الايه؟ الثابتة بتاعتك عندك؟ أنا بنسميها مركز الدائرة بالزبط طيب عندك من مركز الدائرة لأي نقطة على الدائرة بنسميها ايه؟ نصف القطر لا بالرمز بتاعها نق يبقى البعد الثابت عندك ده اسمه ايه؟ البعد الثابت نصف القطر اللي هو ايه؟ ان المظل بالرمز نق تمام؟ الدايرة بتاعتك اسمها على حسب ايه؟ المركز بتاع حامي؟ اسم المركز نين أو نون؟ بالزبط تمام؟ طيب محيط الدايرة محيط اي شكل عندي هندسة بيسوي ايه؟ طول الخط اللي بيحدد الشكل نفس الكلام عندي محيط الدايرة اللي هو طول الخط المنحنة المغلق الذي يحدد للدائرة طيب محيط الدائرة كليها قانون اخدنا في سنة 5 اللي هو اتنين باي نق او باي في طول القطر طيب قانون اتنين باي نق او باي في طول القطر طيب عندي باي هنا باي يا سنة 6 دي نسبة تقريبية بتساوي اتنين وعشرين على السبعة او تلاتة واربعتاشر من مية تقريبا طيب انما نق زي ما اتفقنا لسه مع بعض اللي هو ايه؟ نصف القطر طول نصف القطر طيب القطاع الدائري قطاع دائري ده يعني جزء من سطح الدائرة اللي هو مساحة الدائرة طيب يبقى القطاع الدائري هو جزء من سطح الدائرة محصول ما بين القوس ونصف قطرين المار بنهاية تيه هذا الهي؟ القوس طيب عندي قانون مساحة الدائرة هناخدوه ده جديد سناجي مع بعض مساحة الدائرة بتساوي ايه؟ باي في نق تربيع باي في نق تربيع او ممكن نقول باي في نق في نق طيب معنا السؤال هنا بيقولني اوجد مساحة سطح كل من الدائرتين الاتيتين حيث عندك الباي بـ 22 على السبع تمام حاجة بقى مهمة كده أنا لازم ألاحظه هو باي كاتبها لي بكام يعني أنا باي عندي لها قيمتين قيمتين قامت سوياتين بس بتفرق في المسألة عندي باي هنا 22 على 7 أو ممكن يجدها لي بـ 13 و 14 من مي طيب لو ما جابها ليش في المسألة أنا هتعمل معها على طول بـ 22 على السبع طيب عندي هنا مجديني دائرتين واحدة بـ 7 سنتي والتانية بـ 35 من 10 سنتي طيب لما نجي نشتغل لازم يكون عندي نصف القطر عشان أقدر أجيب المساحة يبقى ثانية سنة ستة المعلومة اللي لازم تكون عندي عشان أجيب المساحة لازم يكون عندي نصف القطر طيب بعد كده هاوط في القانون يلا بنا القانون كان بيساوي ايه مساحة الدائرة بتساوي باي نق تربيع طيب باي من الدهالي بـ 22 على سبع يبقى 22 على سبع فيه سبع في سبع سبع في سبع طيب عملاي حسابية ممكن هنا على السبع فيها الواحد هنا على السبع فيها الواحد باكين نضرب 22 في سبع طلع للناتج مية 54 سنتيمتر مربع طيب هنا بقى عندي في الدائرة الثانية نصف القطر بتاعنا هنا 3.5 3.5 من 10 هقول مساحة الدائرة باي نق تربيع الباي عندك بـ 22 على السبع والنق عندك قلنا 3.5 من 10 يبقى 22 على سبع فيه 3.5 من 10 فيه 3.5 من 10 مع الاختصار هيتلع لي مساحة الدائرة هنا 38.5 من 10 سنتيمتر مربع طيب معنا كده مع سؤال للطالب عايز الإجابة فيه أسفل الفيديو فيه التعليقات طيب يلا بينا كده نقرأ السؤال سوا بيقول لي اوجد مساحة سطح الدائرة الآتية حيث عندك الباي بـ 3.4 من 100 مديني دائرة ونصف القطر بتاعها عندك 10 سنتيمتر تعالوا ناخد سنة ستة أول مثال كده مع بعض بيقول لي دائرة طول قطرها 21 سنتيمتر اوجد مساحة سطحها علما بأن عندك الباي بـ 22 على السبعة طيب احنا اتفقنا مع بعض عشان اجيب المساحة لازم يكون عندي النق طيب هنا مديني ايه؟ مديني مديني القطر تمام يبقى أنا لازم عشان اجيب النق هاخد القطر كله وقسمه على ايه؟ على الاتنين يبقى أول خطوة هقوله طول نصف القطر بتاع الدايرة بيساوي 21 على الاتنين اللي هي 10 ونص او ممكن اخليها زي ما هي واستخدمها في الاختصار تمام المساح سطح الدائر اللي هي بيتساوي ايه؟ باي نق تربية تمام جميل جدا يبقى أنا عندي PennCM22 علىGraность في نقف نق اللي هو 21 على الاتنين في 21 على الاتنين طيب عملية اختصار كده هنا عال7 فيها الواحد وهنا 21 إلى السبعة فيها الثالث هنا عال 2 فيها الواحد وهنا عال2 فيها الحضر يبقى أنا عندي 11 فيها 3 في 21 على اللاتين يلا بينا ضغط إنها داك هيطلع علي كام؟ هيطلع لي 346.5 سم مربع تمام يبقى أنا كده جبت مساحة الدائرة طيب دائرة طول قطرها 42 سم قسم سطحها إلى 6 قطاعات دائرية متساوية في المساحة هوجد مساحة القطاع الواحد طيب نفهم كده المسألة مع بعض هنا بيقول لي أن أنت عندك الدائرة دي ما قسمها إلى 6 قطاعات وأنا عايزة مساحة القطاع الواحد طيب أنا كده مضطرة أجيب مساحة الدائرة كاملة وبعد كده أقسمها على 6 طيب عشان أجيب مساحة الدائرة عشان أنا عندي 6 قطاعات يعني لو مثلا قال لي 5 قطاعات قد أقسم هنا على 5 اي ان كان عدد القطاعات فانا هقسم على عدد القطاعات يبقى انا اجيب مساحة القطاع الواحد ازاي هجيب مساحة الدائرة واقسم على عدد القطاعات لان طبعا عندك القطاعات كلها متساوية في المساحة سنة ست طيب هجيب ازاي مساحة الدائرة لازم يكون عندي نصف القطر طب هنا انا منديك القطر كله باتنين واربعين يبقى انا لازم اقسمها كام على الاتنين هيطلع لي واحد وعشرين سنتي تمام اقدر اجيب المساحة مساحة الدايرة بتساوي باي نق تربيع يعني يبقى انا اخد 22 على 7 قلنا لو هم مش مديني باي فانا اقوض على طول ب22 على 7 تمام يبقى 22 على 7 في 21 في 21 هنختصر هنا على السبع فيها الواحد 21 على 7 فيها التلاتة يبقى انا اضرب 22 فيه 3 فيه 21 طلع للناتج 1386 سنتيمتر مرمو طبعا مسألتي لسه ما خلصتش انا عايزة مساحة القطاع الواحد يبقى هاخد المساحة بتاعت الدايرة كلها وهقسم على 6 او ممكن اضرب في صوتس تمام تمام كده يبقى مساحة القطاع الواحد ممكن اضرب في صوتس او ممكن اقسم العدد اللي هو مساحة الدائرة على 6 تطلع للناتج كامل سنة 6 231 سنتيمتر مربع ممتازي كده يبقى انا جبت مساحة القطاع الواحد طيب معانا مسألة هنا بيقول لي اذا كان محيط الدائرة بتساوي 88 سنتيمتر فاحسب مساحة سطح هذه الدائرة حيث عندك الباي بـ 22 على 7 طب عشان اجيب مساحة الدائرة لازم يكون برضو عندي مين نق طيب نق مش موجود عندي في المسألة بس هو مديك كده محيط الدائرة بـ 88 سنتيمتر واحنا واغدين من سنة 5 ان انا لو عايز اجيب النق هقدر اجيبه من القانون بتاع ان المحيط هقسمه على 2 باي طب يلا بينا كده نجيب النق الاول ونجهزه هقوله المحيط على 2 باي طب المحيط عندك بكم في المسألة؟ 88 على 2 في الباي عندك بكم؟ 22 على السبعة طبعا مع الاختصار ونحن نبسطي الابسط صورة مع بعضين عيطلع لي ان نصف القطر بكم؟ 14 سنتيمتر حلو يلا بينا بقى نستغل نصف القطر ده في مساحة الدائرة هقوله مساحة الدائرة بتساوي وياخد 22 على 7 في 14 في 14 تمام كتبنا القانون وعوضنا هنختصر هنا على السبعة فيها الواحد وانا على السبعة فيها الاتنين لبقى الـ 22 في 2 في 14 طلعا للناتج 616 سنتيمتر مربع المسألة اللي بعد كده بتقول دائرة محيطها يساوي محيط متوازي اضلاع طول احد اضلاع 12 سنتيمتر وارتفاع المناظر له 5 سنتيمتر والارتفاع المناظر للدلع الآخر 6 سنتيمتر يوجد مساحة الدائرة حيث باي بتساوي 22 على 7 نفهم المسألة كده مع بعض يا ستة مسألة مهمة جدا وفيها خطوات كتير مع بعض اول خطوة عندي انا عندي معلومة بيقولها لي ان الدائرة دي محيطها بيساوي محيط متوازي اضلاع تمام طيب هو مديني ايه معلومات عن متوازي الاضلاع مديني ان احد اضلاعه ب 12 سنتيمتر والارتفاع المناظر 5 سنتيمتر كلنا عارفين ان متوازي الاضلاع عنده قاعدتين واحدة كبرى والتانية صغرى وعنده ايه ارتفاعين برده طيب الارتفاع المناظر للدلع الاخر عندي ب 6 سنتيمتر طيب انا محتاج الضلع الاخر ده عشان اقدر اجيب مين المحيط بتاع المتوازي اللي هو هو بيساوي محيط مين الدائرة تمام طيب انا ليه محتاج محيط الدائرة عشان اجيب مين نصف القطر اللي هاعوزه عشان اجيب مساحة الدائرة طيب يبقى انا اول خطوة مع بعض كده هروح اجيب مساحة متوازي الاضلاع عشان اوصل طيب الساحة المتوازي الاضلاع يعني هو ، طولي القعدة في الارتفاع المناظر له تمام طيب طيب القعدة بهantu بقم؟ عندي القعدة التاعتي ب 12 الارتفاع المناظر على منتين انطerال خمصة يبقى 12 في لمتانات طيب Anytimeacions وازلت ا estáb 60 سنتيمتر مربع جميل. كده انا أجبت مساحة متوازي الاضلاع بعد ذلك نكمل خطواتنا طول الضرع الآخر سيأخذ مساحة متوازل الأضلاع على الارتفاع المناظر المساحة كانت بكام؟ بستين على الارتفاع الذي هو كام؟ ستة يطلع الناتج؟ عشرة سنتي طيب، أنا كده أجبته طول الضرع الآخر كده سهل أن أجيب المحيط متوازل الأضلاع الذي هو محيط مين؟ الدائرة يبقى محيط الدائرة يساوي المحيط متوازل الأضلاع wahacob يساوي 6، الأضلاع مع الارتفاع كله ليسانج الاستيار إزال من 12 و 10 يبقى من 22 المناظر Hoffman gym 갈 40inary حمد 날 كد được نقري كده حسبية كده ويأتي الكامل ستة سنتي سبعة سنتي كده اقدر اجيب المساحة بمنتهى السهولة اعوض في القانون بقى ينق تربيع يبقى انا عندي اتنين وعشرين على السبعة فيه سبعة فيه سبعة هيتلعلي الناتج مية اربعة وخمسين سنتي متر مربع تمام وكده يبقى وصلنا المطلوب في المسألة تعالوا كده مع بعض ناخد ملحوظة بتقول اذا كانت الدائرتان عندك ميم واحد وميم اتنين لهم نصف القطرين نق واحد ونق اتنين على الترتيب يعني ميم واحد عندها نق واحد وميم اتنين عندها نق اتنين طيب بيقولك محيط الدائرة ميم واحد على محيط الدائرة ميم اتنين هتساوي نق واحد على نق اتنين طيب دي كده أول ملحوظة تاني ملحوظة عندك هنا لو كده هنبقى مساحة الدائرة ميم واحد على مساحة الدائرة ميم اتنين طبعا هنا هنبقى نشتغل بالنق تربية يبقى نق واحد تربية على نق اتنين تربية تمام الجزء ده ممكن يفيدنا لما يجي يقول لي عايز النسبة ما بين محيط دائرتين يجيني مثلا دائرة نص قطرها بكذا ودايرة تانية لها نصف قطر اخر عايز النسبة بين محيط مثلا الدائرتين يبقى انا على طول هاخد ايه نق واحد الى نق اتنين مش لازم اجيب محيط الدايرة دي ومحيط الدايرة دي واجيب النسبة ما بينهم لا انا على طول هاشتغل نق واحد الى نق اتنين ونفس الكلام برضو لو طلب النسبة بين مساحة الدايرتين معانا دلوقتي سؤال للطالب معانا ناخده كده مع بعض السؤال الثاني السؤال بيقول اجيب دائرة مساحتها 154 سنتيمتر مربع احسب طول نصف قطرها علما بان باي تقريبا تلاتة واربعتاشر من مية طبعا هنستنى اجاباتكو اسفل الفيديو في التعليقات طب تعالى كده مع بعض بيقولي فيه الشكل المقابل تعالى كده الشكل المقابل هو بيقولي ايه بيقولي فيه الشكل المقابل عندي الشكل المقابل كده في ايه دا مستطيل البهجيم دال بعدها 10 سنتيمتر و 7 سنتيمتر احسب مساحة الجزء المظلل حيث بي عندي 22 على السبعة طبعا عشان اجيب مساحة الجزء المظلل كنت متعود ايه سنة ستة؟ هجيب مساحة الشكل الخارجي ومساحة الشكل الداخلي وهترحهم من بعض طيب عشان اجيب مساحة الشكل دror وهو مستطيل كنت بقولو الطول في العرض عندي الطول وعندي العرض عشان اجيب مساحة الشكل الداخلي وهو الدائرة ده لازم يكون عندي مين؟ نصف القطر طيب منعدي المسافة دي كده اللي هي بتساوي مين؟ العرض هنا اللي هي سبعة سنتيمتر معنا كده انه نصف القطر بتاعه تلاتة وخمسة من عش نعمل من عش يالله بنا ناشتغل المسألة اول حاجه أجيب مساحة المستطيل زي ما اتفقنا إن اللي هو هيبقى طول في العرض عندك العشر medal في 27 يطلع لي 70 profoundly تمام واستغرأي نnego vert كل ما ن Rica ليصنق ترati طبعا يتكون الإبقائية لا ينتظر الإerteстрator ي самое ونغني رائع groups في 7 على ال 2 طلعها للناتج 38.5 سنتيمتر مربع كده أنا أجبت خطوة مساحة المستطيلة هو الشكل من بره ومساحة الدارة هو الشكل من جوه طيب بعد كده نتراحهم من بعد يطلع لي مساحة الجزء المظلل يبقى أنا هياخد السبعين ناقص 38.5 سنتيمتر مربع تمام ممتازي تعال نشوف المسال اللي بعد كده بيقول في الشكل المقابل عندك مربع وبداخله دائرة بيقول لي دائرة مرسومة داخل مربع طول دلعو 10 سنتيمتر احسب مساحة الجزء المظلل بالشكل عندك البي بـ 3 و 14 من 100 طبعا اتفقنا مع بعض حشان أجيب مساحة الجزء المظلل هجيب مساحة الشكل الخارجي ومساحة الشكل الداخلي وهترحهم من بعض طيب مساحة الشكل الخارجي اللي هو المربع مربع طول الدلع في نفسي بنا أضرب 10 ب10 بـ 100 سنتيمتر مربع تمام مساحة الدائرة أنا مش عندي هنا نصف القطر بس أنت عندك أن القطر كله اللي هو زي أي دلع من أضلاع المربع بـ 10 سنتيمتر تمام يبقى هنا نصف القطر بـ 5 يبقى ونصف سنتيمتر مربع طيب برضو عندي مسألة هنا من الشكل المقابل عندي دائرة ميم نصف قطرها 5 سنتي بداخلها مستطيل طوله 8 سنتي وعرضه 6 سنتي احسب مساحة الجزء المظلل نفس الخطوات هجيب مساحة الدائرة اللي هي الكبيرة اللي المنبرد دي واطرح منها مساحة المستطيل طيب أول حاجة مساحة الدائرة اللي هي باي نق تربيع ممتازين الباي عندك بـ 3 و 14 من مية النق هنا عندك بـ 5 يبقى 5 في 5 لما ايجي اضرب هيطلع لي 78 ونصف سنتيمتر مربع طيب بعد كده اجيب مساحة المستطيل اللي هي بتسوي الطول في الايه في العرض في العرض اللي هو الـ 6 في 8 تمام هيطلع لي 48 سنتيمتر مربع مساحة الجزء المظلل هطرح بقى الـ 2 من بعد يبقى هطرح ها 78 وخمسة من 10 نقس الـ 48 يطلع لي ناتج كام 30 وخمسة من 10 سنتيمتر مربع تمام طيب معانا هدلوقتش السؤال الثالث السؤال الثالث بيقول اجب دائرة ميم مقسمة الى 4 قطاعات دائرية متساوية في المساحة فاذا كانت مساحة سطح كل قطاع تساوي 346 وخمسة من 10 سنتيمتر مربع احسب طول نصف قطر الدائرة ومحيط الدائرة يبقى انت كده عندك الدائرة مقسمة الى كم قطاع 4 قطاعات طبعا كلهم تساويين في المساحة مديني مساحة سطح القطاع الواحد بكم 346 وخمسة من 10 سنتيمتر مربع او الزبطالب منك حاجتين طول نصف قطر الدائرة ومحيط الدائرة طبعا انا عارف انه سنة ستة كلهم شاطرين هيجاوبوا السؤال صح في التعليقات اسفل الفيديو طيب عندي طاولة طعام سطحها على شكل دائرة طول قطرها واحد وخمسة من 10 متر دا مساحة الدايرة طيب وهنا مديني بعد كده بعد ما اجيب مساحة اه اللوح الزجاجي ده اللي هو بيساوي مساحة الدائرة هنا مديني سامن تكلفة المتر المربع بستين جنيه يبقى انا عشان اجيب التكلفة هاخد مساحة الدائرة اضربها في ستين يطلع لي ايه تكلفة كلها طيب يلا بينا خطوات الحل اول خطوة مساحة سطح المنددة الاول اللي هي باي نق تربيع عشان هي على شكل دائرة طيب هنا مديني طول القطر بواحد وخمسة من عشرة متر يبقى انا الاول لازم اجيب نصه انا هياخد الواحد وخمسة من عشرة هاسمها على الاثنين هيطلع لي خمسة وسبعين من مية متر تمام يبقى انا هضرب هنا تلاتة واربعتاشر من مية في خمسة وسبعين من مية في خمسة وسبعين من مية هل يطلع لي الناتج كامل سنة ستة هيطلع لي واحد وستة وسبعين الف ستمية خمسة وعشرين جزء من مئة الف متر ايه متر مربع طيب خطوة لبعد كده انا جبت مساحة السطح طيب انا عايز اجيب لي ايه التكلفة قلنا التكلفة هاخد بقى المساحة اللي انا جبتها دي اضربها في كام في ستين يلا بنا كده وطبعا الناتج هيطلع هنا بالجنيه تمام يطلع لي الناتج كام جنيه مية وخمسة واتسعمية خمسة وسبعين من الف جنيه تمام يعني تقريبا ممكن نقوله ايه مية وستة ايه جنيه وبكده يا سنة ستة نكونوا خلصنا درسنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة